مرحبا بكم في هذا المباشر من أمام المحكمة الجدائية الزجرية بمنطقة عين سبع بمدينة الطاربدة ولغلنا نقول لكم من خلاله مراجة داخل جلسة أو مراجة داخل القاعة ثلاثة بهذا المحكمة قبل قليل في إطار ما يعرف بملف ولد شينوية ومن معه الجلسة انطلقت قبل قليل بحضور السيد رئيس الجلسة ومستشار على يمينه ومستشار على يساره والسيد ممثل النيابة العامة والسيد ممثل كتابة الضبط حضرت الهيئة التزم الجميع الصمت بعد قليل طلب السيد الرئيس من عناصر الأمن أو سجوبهم حول وصول المعتقلين أو الموقوفين فأجاب أحد رجال الأمن بأنه ربما تأخر حضور أحد المعتقلين لترفع الجلسة قبل أن تنطلق وبعد حوالي 10 دقائق عادت الهيئة الموقرة داخل المحكمة وطلبت بإحضار المتهمين اللي لم يكنوا سوى غيضة الوزيدي الملقب بولد شينوية والمعتقلة الآخر المسمات فاطمة والملقبة ببنت باس يوتيبرز حتى هي عموما انطلقت الجلسة نادى السيدة رئيس الجلسة على المعتقلين المعتقلين والحاضرين في حالة صراح عدد الأطراف كانت حوالي 12 أو 13 متهم بينهم جورج متابعين في حالة اعتقال والباقي متابع في حالة صراح كذا السيد رئيس بالحديث مع الملقب بولد شينوية وسأله أول شيء عن اسمه الكامل واسم الأم والأب وهل لك هل عنك وكلتها محامي لتكون الإجابة توحد ما بغيتها فعلية مع العلم أنني ما عايتهمش هذاك الفيديو ديال أنني كنقول نصابة أو شفارة مفبرك وكنطلب من هاي تكون الموقرة أنكم دعوا خبرة لذاك الفيديو رد عليه السيد القاضي المحترم بأننا لسنا هنا اللي البت في ما ما راجع في ذلك الفيديو نحن هنا في أشياء أخرى بعد قليل طلب منه بأن يلتزم الصمت تكلم مع الحضور وعاد إليه مرة أخرى وقال له اسمع السريد ما سنقول لك ما لا يؤخذ بالشدة يؤخذ باللين السادة المحامون هم مترفعين على أنك والمهنة ديال المحامات مترفعة على أنها تسقط في أنك عائلتهم أو عائلوك قلب على رأسك تقدر تلقى محامي ولو كانوا واخدين عليك واخدين عليك شيء موقف ما غديش يترفعه على الأفراد للعائلة ديالك والأفراد اللي ماك إذن هذا ما قاله سيد رئيس الجلسة اللي يروج أمامها من ما يعرف بولدشين ويوماً ما ما لا يؤخذ بالشدة يؤخذ باللين ومهنة المحامات هي مترفعة عن مثل هذه المتابعات أو بأن ما غدي تقلقوا عليك وما غديش يترفعوا عليك لا يعني حول ما أمكن ولهذا طلب منه غيدة وشين وطلب من السيد الرئيس بأن يمهله مدة حتى يعيد الدفاع أو يجد من يدافع عليه لهذا تأجلت الجلسة إلى تاريخ 29 من نفس الشهر يعني الجمعة المقبلة إذن تأجيل إلى غاية 29 11 2024 من أجل تنصيب وإيجاد الدفاع مش إعداد الدفاع لأنه ما زال ملقاش من يدافع عليه السادة المحامون لحد الساعة توحد ما بغي يترافع عليه واش هذا موقف غدي بقى دائم أو غير يتغير هذا ما سنعرفه في الجلسات القديمة شكرا لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة دمتم في راعة الله السلام عليكم